بقى نبتدي كلامنا بمباراة الغد أمام سيراميشة كليوباترا وهي طبعا من ضمن ثلاث مؤجلات للنادي الأهلي هبقى لسه متبقى عندنا ماتش الجونة لكالتسة ماريون بتحكي لحضراتكم عليه هيكون يوم السبت الجاي إن شاء الله ومباراة مع بلدية المحلة لم يتحدد حتى هذه اللحظة موعدها إحنا لغاية دلوقتي لعبنا ثلاث مباريات في الدوري كسبناهم كلهم الحمد لله لعبنا قدام المصري يفوزنا 4-0 قدام الإسماعيلي يفوزنا 3-1 وأمام المقاولين العرب يفوزنا 2-1 في المقابل نادي سيراميشة كليوباترا لعب خمس مباريات فاس في اتنين على الداخلية بربعية نظيفة وعلى بيرامدس بنتيجة 2-0 وتعادل مع فاركو وخسر من الاتحاد ومن طلاق الجيش طبعا أبرز نجوم سيراميشة كليوباترا على الإطلاق هو الجزائري المعار من النادي الأهلي أحمد قندوسي اللي سجل مع الفريق لغاية دلوقتي أربع أهداف يعني في المجمل هي مواجهة أكيد مش هتكون سهلة مع فريق مع مدرب مميز جدا وقلنا أنه تارجت عندنا أننا ندخل إن شاء الله فترة التوقف وإحنا في صدارة جدول الترتيب مهم جدا أن الكلام ده يحصل لأنه اللي جاي فعلا وبدون أي مبالغة ما فيهوش أي مساحة لأي تهاون ولا أي هزار ما فيش مجال لفقدان نقطة ولا ضيع بطولة أكيد المنافسين هم كمان على درجة كبيرة من الاستعداد والجهزية لكن تواجدك في أي بطولة باسم النادي الأهلي بيلزم عليك إن أنت تكون جاهز للفوز بيها مش بس المنافسة من البداية للنهاية